اتهم نشطاء محسوبون على مقر الإصلاح بمحافظة تعز الضابط شاكيب خالد فاضل ناجل قائد محور تعز بالتورط في شبكة دعارة وترويج حشيش ومخدرات والمتجرة بالآثار وجاء اتهام شاكيب فاضل ومعه صدام المقلوع ضابط أمن اللواء 170 دفاع جوي المحسوب على محمود المخلافي ومحمد النقيب ضابط أمن النظام بإدارة أمن تعز بعد إعلان الإعلام الأمني في شرطة تعز عن ضبط شبكة دعارة وترويج مخدرات وحشيش ومتجرة بالآثار وقال الإعلام الأمني أن الأجهزة الأمنية في شرطة محافظة تعز ضبطت خلية إجرامية تمارس الدعارة وتعمل على ترويج الحشيش والمخدرات وطلت اتهاماتها نشطاء الإخوان نجل قائد محور تعز شاكيب خالد فاضل بأنه حاول الإفراج عن أحد المتهمين كونه متورط معه في القضية ورغم حديث خبر الإعلام الأمني عن قطع أثرية وكذلك محظر الضبط الذي اتهم المقبوض عليهم بالمتجرة بالآثار إلا أن المحظر لم يشر إلى تضمين القطع الأثرية مع مضبوطات المرسلة إلى النيابة اشتركوا في القناة